الراديو تسعين تسعين هواها مصري وقابلتيني وكمان حلم سنين مظبوط وتعاون مع النجمة اليسا يمكن لاول مرة طبعا اول مرة نشترى للسنة دي بس قبلها كان فيه اغنية المسلسل اللي هي بتاعت مسلسل فنانة غدا عبدالرازق اللي هو ضد مجهول ودي كانت اغنية الحان عمرو مصطفى اللي هي عيشت وشوفت بس جوه الالبومات يمكن اغنية بينا نعشق هي دي اول عيشت وشوفت كانت على انغامي تقريبا وغدا شهرين الاولى على التوالي فكان ده اول تعاون عيشت وشوفت ومؤخرا او من كام يوم مع النجمة شرينة عبدالوهاب ونساء وزهايمر وحاجات غريبة ومفردات غريبة كده نبتدي بمين بقى تعال بقى نبتدي الفين وتمانتسر ابتدت معاك ازاي وتحضيرات قد ايه عشان توصل للنجاح اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة ده خلينا اقولك ان الحمد لله رب العالمين هو ربنا كريمني السنة دي من واسعة الحقيقة السنة دي تقريبا هو هو نفس المجهود اللي بعمله كل سنة يعني السنة دي مركزتش اكتر ولكن قبل كده ما كنت بعمل في البومات الفنان عمر دياب اكتر من اغنية لان انا كنت الواحد اللي انت عارف كان في خلافات بينه بين زمايلي الشعرة او الملحنين فكنت انا شايل الحملة طول السنة بعض افكر عن اعمل ايه واول بأول بسمعه اللي بيخرج معايا ولكن السنة دي يمكن زمايلي شاله الحملة في منافسة شوية والمنافسة انت كنت عايزها كمان اه طبعا طول وقت انا هممني ان يبقى في منافسة عشان انا بان انت في الاخر لو بتعمل تمانية تسعة سبعة خمسة انت في الاخر بتنفس نفسك لان انت الاغلبية فانا مبسوط بالفرايتي ده مبدئين ان انا يشرفني يبقى موجود مع كل زمايلي اللي نزلوا اه الحاجة التانية من هنا بقى في اغاني تانية بدأت تبقى افتح مع مع ناس انا مكنش بشتغل معاهم بظروفها ان يسمع حاجة حد من ملحن حد من موزع وهحكي لك بقى بالتفصيل الواحدة واحدة انا عايز ابتدي بالتفصيل من الابم عمر دياب الابم اللي كان فيه اعترضات من جمهور عمر دياب نفسه انه ليه بيتاخر ليه الابم نزل منه سنجل ليه نزل منه حاجة تو هوا فيه الابم ولا مفيش الابم الفترة دي كلها انتو كنتوا جوا المطبخ كده بتعمله ايه اه بص فيه فيه جزء انا مش هفتكلم فيه اوي بتفاصيله بس يعني كان فيه تأخير من اه في التوزيعات كان فيه اعادة توزيع او حاجات زي كده كان فيه حاجات يعني مش عايزة اقول اسماء ان حد اثر او كان عنده ظروف او 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 بس هي كانت مشكلة التوزيعات شوية اه اخرت اغاني واختيارات معينة بالاضافة ان ان الدعاية دلوقتي مع شركات المحمول بقى هما عندهم ان هما ينزل مثلا اه اربع اغاني يمكن ممكن تتحكم شوية في الموعين اه اه ده الشكل مش مش اوي قد ما هو قريدي بقى فيه اربع اغاني محروقين فيه القولة والتانية والتالتة والربعة وبعد كده انزل بقى لبقى فانت عامل اربعتاشر يبقى عندك اه عشرة جداد عامل اه عامل اه عشرة يبقى انت عندك ستة جداد كده يعني طب احنا في التلات اغاني اللي تام الحسين كاتبهم يتعلموا وباين حبيت وتعالي اه اغنية خلصة الاول اه اغنية كانت مكتوبة الاول هو تعالي وباين حبيت كانوا خلصانين طبعا قبليهم كان فيه تجارب كتير عاملنا حوالي تلات اربع اغاني درامة بس يمكن التوزيعات ما اسعفتش بس موجودين على جنب لسه موجودين في اللي جاي اه مهمين جدا طبعا حلو طيب اه اه اغنية منهم اجهدتك اكتر تعالي لان تعالي كمان كتبت عليها كتير او انا كنت كنت كاتب حاجتين اساسا بحبهم اكتر من نزلك كمان عايز اقولك مهم بس فيه فكرة كانت اه جديئة شوية اللي هو عمردي ابنش حبي يقولها قوي مهم وفيه فكرة تانية هي اصلا تعالي دي كانت اغنية في البوم عمر مصطفى ليها اسم تاني وليها موضوع تاني خالص ويتغير اه فانا كنت حابب يا بتاع عمر مصطفى مهم او الفكرة اللي انا كنت عايزة لان طول وقت عايزة اقدم طب مين قرر ساعتها مثلا الهضب عمر دي هو الهضب دايما عند وجهات نظر خاصة في ان بسط الموضوع يعني دايما في الحاجات الهيتس باب انا كاتب حاجات يعني اقصر عمقا او او فيها تفاصيل اكتر او فيها فكرة فهو بالنسبة له وكان عنده حق الصراحة لان انا على الانستجرام شفت فيديو من كل انحال علامة يعني من ايطاليا من فرنسا من اسبانيا اللي هي تتحافظ بسرعة دايما اللي هي تتحافظ وبعدين يعرفوا يقولوا الاجانب انا شفتها كتير تعالي تعالي فهو كان عنده وجهة النظر دي وقال نكملها بسطة في الغزل فانا كنت كده اا كتبت دايما بتفاجئين يا حلوة كده على طول يعني بيهزروا حبيبها جدا على فكرة بس انا بقولك كان في فكرة تانية احنا بنتكلم من باب الاجهات دي عشان نبسطها خدنا وقت كبير اولي طب يتعلموا بقى ولا عد 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 انا كنت حريص السنة دي اا ان انا اعمل اغنيت شارع يعني كنت غيران ان انا نفسي بقى اعمل اغنيت كان عندنا اغنية اسمها مقدارشانة مقدارشانة دي كانت فيروس في سنتها في كل مكان اروحها بشكل معين نجحها كان يخد الطبيعي ان الاغاني تنجح اكتر خلينينا واحدين تنجح اكتر انما في السنة بتاعة مقدارشانة كانت مكتسحة سيطرت اكتر ونجحها كان يعني اهم الاغنية مقسوم تبان اوي كده فانا كنت غيران ان انا نفسي اعمل اغنية شارع كمان اجرأ منها يعني اه الاغنية دي جريئة انا في التناول بتاعها جريئة في الكلام وجريئة في اللحنة يعني في الكلام عشان فيها جرس او الفاظ جديدة زي تعلمه يقلده ده مش بعيد يتعقده وشوف هما فيه نوع يعني فهم؟ ويمكن لما تغنيت في حفلة على الطابلة اه حقاقف نجاح رهيب جدا قبل الالبوم جدا 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 يعني حاسين ان فيه حاجة بتحصل كبيرة جدا جوة الاغنية انا الحاجات دي اه انا يعني بتفاقل بها لما بعض سمايلي ابركوليا على الحاجات اللي سماوها انا فاكر الشعر الكبير حبيبي وبشكره ايمن بها جات امر قال لي دي غنية جامدة جدا وسمعتها في فرح محمد عدل الامام وبحي محمد كمان اه انا حاسيت انها صعبة انها هو هيبتل كده وهي صعبة شوية اه صعبة جدا وانا مبسوط بانك انك طريقة الكلام اللي تحفظ يعني تقريبا ان عمر مصطفى وحنا عاملين انا كنت كاتب يتعلمه يعني كنت كان نفس اعمل الالبوم مع عمر جاب وحط عمر جاب قال لي ان لو ما سميتش الالبوم كل حياتي كنت سميتها يتعلمه يتعلمه دي تلات يوم ابن ميلادي عشرين تمانية يعني انا كان ليه واقع مع عمر مصطفى ان انا ليه اغنية كل عشرين تمانية اخدها منه ويعمل لي بقى اللي هو هادية طب ايه قبل كده كان ايه كان فيه وياه وياه في عشرين تمانية اخدامي وكان فيه اغنية مصر كان فيه حبتها رحنا نسمع الاغنية الصعبة بقى دي دلوقتي